تأهل ستة مرشحين لنيل جائزة المليون درهم للمسابقة الوطنية ومليون دولار للمسابقة العالمية التي سيعلن عنها يوم غد ضمن منافسات الدولة الأولى لجائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاستناعي لخدمة الإنسان والتي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بمشاركة عشرين فريقا من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم الزميل زكريا نعساني واكب اليوم الثاني من هذا الحدث النادر وعاد بهذا التقدير سباق من أجل القمة وورش عمل تعنى بالذكاء الصناعي إلى جانب محاضرات قدمها كبار المتحدثين الدوليين في اليوم الثاني من منافسة جائزة الإمارات الكبرى التي خصصت في يومها الأول للتنافس حول أفضل مشروع طائرة بدون طيار لخدمة الإنسان وثاني أيامها عن أفضل روبوت جائزة الروبوتات استقطبت في دورتها الأولى نخبة من المتخصصين في قطاع الروبوتات والذكاء الصناعي ما عزز توجهاتها في أن تكون منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع الذي يحمل آملا كبيرة في صناعة مستقبل أكثر إشراقا للإنسانية دولة الإمارات بتوجيه القيادة الرشيدة دائما تحاول تكون لها دور رائد في الاستخدامات الإنسانية لتكنولوجيا لأننا نعتقد أن التكنولوجيا لها دور كبير في التأثير على حياتنا وفي تقديم خدمات إنسانية على مستوى كبير جدا مع فعالية ومع أيضا كفاءة التكلفة منافسة نارية دخلها عشرون مشارك في جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي تمكن ستة منهم الوصول إلى الدور النهائي الذي سيعلن فيها اسمين فائز إماراتي بمليون درهم وآخر من باقي دول العالم وقيمة جائزته مليون دولار توحد فكرة موزو من طفلة إماراتية عمرها ثمانة سنوات اسمها موزو هي اللي ألهمتني فكرة الروبوت وعلى أساس مهاراتها شفت شو احتياجاتها وشي حتى اسمنا الروبوت على اسمها يعني موزو لجنة التحكيم أبهرتها معروضات المتنافسين والأفكار الفريدة التي تقدم بها حسب ما أكدوه فتم انتقاء الأفضل وفق المعايير العالمية من حيث توظيف أحدث التقنيات المتطورة لخدمة المجتمع في العديد من القطاعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر في الحقيقة طبعا كل الأعمال كانت ممتازة لدرجة حتى المنافسة كانت شديدة جدا بس اللفت انتباهي هو التحكم الكرسي للمعاق عن طريق المخ فهذا التحكم كان طبعا فريد من نوعه مبلن من موجود في العالم هذا النظام موجود ولكن دقة الحركة وسلاسة الحركة هي اللي كسبت المشروع جدارته مبادرة فريدة اعتبرها المشاركون في المنافسة إذ إنها ستمكن الشركاء المحليين في البلدان التي تستخدم الروبوتات من تطوير التكنولوجيا لاستدابة توزيع نطاق مشارعهم في المجالات الاجتماعية والإنسانية والتنموية والبيئية يوم انشاق على المتنافسين الذين تأهل منهم ستة أشخاص لنيل جائزة الإمارات للروبوتات في خدمة الإنسان بانتظار التصفيات النهائية التي سوف يفوز فيها أحد المتسابقين المحليين بجائزة المليون درهم وأحد المتسابقين الدوليين بجائزة المليون دولار نحن في أخبار الآن مستمرون معكم في التغطية حتى المرحلة النهائية كونوا معنا أنا زكريا نعساني من مدينة دبي للإنترنت